دكتور عزت وحضرتك ليك خبرة بالشأن الأمريكي والملف الأمريكي بشكل عام منذ عملك مدير لمكتب الأهرام في واشنطن لأي مدى تأثر الخطاب السياسي الأمريكي بالظرف الداخلي في الولايات المتحدة الآن؟ وأنا شايف أنه الخطاب السياسي الأمريكي بشأن روسيا أعتقد لما يتغير كثيرا في الأزمة ديت وفي يمكن العشرين سنة الأخيرة منذ صعود بوتين للسلطة في روسيا لأنه ما قبل عام 2000 مختلف عن ما جاء بعد عام 2000 ما قبل عام 2000 كانت روسيا في حالة من الإزعان لكثير من الاتفاقيات اللي كانت موقعة منذ اتفاقيات هلسينكي في عام 1975 مرورا بكل الاتفاقيات التي حدثت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وترتيبات الأمنية بعد عام 2000 بدأت الولايات المتحدة والنخبة السياسية تشعر بالقلق من صعود هذا الرجل بلاديمير بوتين بنزعة تريد أن تقدم روسيا من جديد على المسرح الدولي مش مستغرب أنه احنا شوفنا مبارح في جلسة مجلس الأمن المندوب الأوكراني بيتحدث بيقول أنه المتحدثة الروسية ماريا زخاروفا ذكرت أنه الاتحاد السوفيتي مازال قائما وأنه ما نعترف به الآن هو الحدود التي كان عليها الاتحاد السوفيتي والمندوب الأوكراني طرح للمجلس الأمن ماذا تعني هذه الكلمات هذا هو مشروع بوتين أعتقد اللي كل الناس اللي هي شاركوا في السياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة بيتحسبوا لهذه اللحظة من الصدام بين أمريكا وروسيا خاصة في شارع أوروبا أنا شايف أنه بوتين يتحكم في درجة التصعيد لكن البيت الأبيض في نفس الوقت وده كان أعتقد أنه نشر الأمس واليوم الاجتماع الأخير في مجلس أمن قومي اللي حضروا أعتقد وزير خارجية نيابة عن الرئيس الأمريكي وجه الكلام بشكل صريح أنه الولايات المتحدة لا يهمها ما يقال عنها بشأن التصعيد مع روسيا لكن يهمها أن تمنع الحرب سواء كانت أمريكا صادقة في ده أو لا أنا شايف أنه النخبة الأمريكية متجهة إلى الصدام مع روسيا حول ترتيبات كثيرة من بينها أوكرانيا وليست أوكرانيا الشيء الوحيد ترجمة نانسي قنقر